نروح بقى المنتخب مصر اللي يمكن النهاردة اختتم استعداداته علشان طبعا مباراة بكرة امام جزر القمر في المشوار الافريكي زي ما قلت لحضراتكم اعتقد الكابتن حسام البدري واللعيبة وكل الناس يعني المسؤول عن المنتخب كل يعني بتشتغل بشكل كبير جدا عشان الصورة تتغير صورة منتخب مصر في نيروبي امام كينيا كانت صورة سيئة جدا مش عايزين نتكلم عليها هنتكلم على بعض التفاصيل عليها لكن عايزين بكرة هذه الصورة تتغير تماما ان شاء الله مصر وصلت ما عندناش اي مشكلة في عملية الشد او الضغط عندنا الاجواء كلها متالية عندنا لعيبة كتير جدا موجودة على المستوى الاحترافي يمكن غاب هيغيب ثلاث لعيبة عن القايمة احنا عارفين طبعا اصابة حمد فتحي ايمن اشرب وكمان عودة حجازي حضراتكم عارفين ان حجازي توجه مباشرة من السعودية الى كينيا وعد بعد المباراة برضو مباشرة من كينيا الى السعودية فيه ثلاث لعيبة غايبين لكن كل اللعيبة بمستوى جيد جدا النهاردة كمان اجروا مسحة يعني مسحة كورونا كل اللعيبة الحمد لله كلها مسحة سلبية يعني كمان نستنين كمان التشكيل بكرة حيكون في ايه كابتن حسام البادري قال حيكون فيه تغييرات خاصة في بعض المراكز في زل ان احنا ضمننا خلاص التأهل يعني حنتعامل مع المباراة بازاي وحنشوف شكل المنتخب ازاي